يسعدنا ويشرفنا ويباركنا النهاردة في المركز الاعلامي وجود نيافة الحبر الجليل الأنبى أبراهام القسكو في العام للوس أنجلس أولا سيدنا بنرحب بنيافتك وننورنا وهم باركنا هنا في البلد سيدنا حابين نتعرف على نيافتك أكتر حنبدأ مع نيافتك من أول الطفولة تحب تكلمنا في إيه سيدنا عن الطفولة؟ هو أنا يعني تربيت في أسرة مباركة من والدين علمونا أن احنا نروح الكنيسة من الصغر وكانت والدتي دايما أنا فاكر كانت تحرص أن أنا لازم أروح الكنيسة بدري وكانت دايما تقولي قبل أبونا أكون في الكنيسة وترسمت يعني من الصغر إبسالتوس في الكنيسة وكنت بخدم وتربيت في كنيسة العذرة بمصرف شبرة فدي كنستي اللي أنا تربيت فيها وتعلمت فيها كتير يعني دي الكنيسة اللي أنا كبرت فيها لغاية بقى ما دخلت في التكريس وبعد كده يعني تتذكر سيدنا أحد من الأباء الكهنة هناك كان ليه فضل أو ليه البرقة في أن يفتك تكون راهب أو كهن أو أسكف؟ كلهم في الحقيقة يعني الواحد اتمتع بأباء كتيرة في حياته في مدارس الأحد وفي حياته عمتا يعني أنا ساعات بقول إن إحنا كنا محظوظين الجيل ده بتاع السبعينات والثمانينات إن إحنا تربينا شفنا عمالقة في الخدمة أباء كتير يعني أنا مش عايز أذكر أسامي لأنه عدد كبير وممكن أنسى حد لكن كل أباء الكنيسة مثلا عندنا في كنيسة العذرة بمصرف كان الواحد بيتعلم من كل واحد فيهم حاجة يتعلم الالتزام يتعلم المحبة يتعلم الالتزام ودي كانت صفة موجودة يعني الالتزام في الخدمة الالتزام في حياته الروحية مش بس برضو الأباء الكهنة لكن كان فيه خدام أسروا في حياتنا من محبتهم افتقادهم بس لهم كنا بنلاحظهم كده في حياتهم إزاي عايشين إزاي بيتعاملوا معانا فكل دي فيه أمثلة كتيرة يعني في مخيلتي وفي قلبي ما نسهاش أبدا يعني وخصوصا في كنيسة العذرة بمصرف أنا تأثرت جدا بالأباء الكهنة وأيضا بالخدام وأمناء الخدمة وكلنا لغاية دلوقتي يبنودين لهؤلاء الأباء والخدام بأنهم شربونا الإيمان الصحيح وشربونا الحياة مع ربنا بأمانة وإزاي نحيا نحيا بأمانة وبمحبة ربنا تقدر تكلمنا يا سيدنا عن الخدمة قبل الرهبانة في مدرس الأحد؟ أنا كنت بخدم في كنيسة العذرة بمصرة وكنت طبعا خدمت في أسر كتيرة في ابتدائي في إعدادي في سنوي كنت مسؤول عن إعداد الخدام في الكنيسة برضو فترة من الفترات أكتر من سنة يعني وكمان الوقت دهوت كمان كنا أصدقاء يعني كسيرين وكسيرين منهم اتكرسوا وترسموا كهنة وترهبنوا الكنيسة ساعتها أفراغت رهبان ورهبات في العصر دهوت يعني فأنا كانت خدمتي يعني في أغلبية فروع الخدمة كمان كنت بختم في إخوة الرب ودي كانت خدمة محببة جدا لي في أسرة الأنبى إبرقام للرعاية الاجتماعية ودي خدمت فيها سنين كتيرة جدا كنت بفتقد إخوة الرب وكنت بشوف احتياجاتهم وكان ليهم اجتماع أسبوعي كل يوم خميس كنا بنحضر ليهم واجبة وكنا بنديهم كلمة روحية فدي برضو من الخدمات اللي أصارت في حياتي جدا يعني لما كنت في الجامعة بقى بدأت أو برضو يعني كنت لسه في الخدمة وبعد التخرج أنا اشتغلت فترة وفي أثناءها كنت بخدم خدمت في أسكوفية الخدمات وأنا في الجامعة خدمت في أسكوفية الخدمات مع نيافة الأنباسيرابيون ونيافته كان ساعتها أسكوف عام الخدمات كنت بخدم معاه في أشياء كتيرة يعني في السكرتاريا وأنا لسه في الجامعة وكان برضو بيكلفني بعض حالات للخدمة الاجتماعية في منطقة شوبرة لغاية ما اتخرجت وبعد كده اشتغلت فترة وبعدها اتكرست سنة 1988 في أسكوفية الخدمات وبدأت بقى في كل خدمات أسكوفية الخدمات من الحسابات للخدمة الاجتماعية للعلاقات المسكنية لمساعد للخدمة مع نيافة الأنباسيرابيون أثناءها برضو أنا كنت كان برضو من الأباء الروحيين اللي أثاروا فيها نيافة الأنبا موسى أسكوف العام الشباب وكنت بدأت أخدم مع سيدنا في لجنة جامعة وأيضا في لجنة العلاقات المسكنية وهو دا السؤال اللي كنت عايزة أسألهوا نيافتك يا زيدنا إنه نيافتك تكلمنا أكتر عن العلاقات المسكنية العلاقات المسكنية هي قسم كان موجود في أسكوفية الخدمات لأن اسكوفية الخدمات اسمها اسكوفية الخدمات العامة والاجتماعية والعلاقات المسكونية وأيضا كان فيه لجنة للشباب لخدمة العلاقات المسكونية اللجنة دي كانت بتضم عشرة من الكنيسة الأورتودوكسية القطية أنا كنت واحد منهم وكان خمسة من الكنيسة القطية القاسوليكية خمسة من الكنيسة الإنجلية وواحد من كنيسة الروم الأرتدوكس وواحد من الكنيسة الأسقفية وكان دايماً يعني هدفنا مش هو عمل حوار بين الطواف ولكن أكثر عمل أنشطة بين الشباب من كل الطواف كان لنا اجتماعات شهري لتجمعهم لتجمعهم أف أنشطة يعني تجميع كل الطواف ودي كانت تحت قيادة نيافة الأنبى موسى وكان رائد فيها سيدنا في خدمته وكنا نعمل مؤتمرات نشتغل مع مجلس كنيسة الشرق الأوسط في مكتب الشباب كان فيه مندوب بيحضر معنا في اللجنة وكنا هدفها هو تقوية روح المحبة والمودة بين الشباب المسيحي عامة في مصر أسقفية الخدمات كان لها قسم للعلاقات المسكنية ودي كان تحت نيافة الأنبى سيرابيون وكان أكثر بيختص باستقبال الديوف الأجانب اللي بيجوا من الكنائس الأخرى وأيضا بمتابعة الحوارات اللحوتية وتوصيقها اللي كانت بتتم بين الكنيسة القبطية وبعض الكنائس الأخرى سيدنا إمتى ظهرت عند نيافتك فكرة الرهبانة؟ وإمتى التحقت بالدير وكان دير إيه؟ أنا كنت يعني من وقانا في سنوي بدأت يعني أشعر بحب ربنا يعني إن ربنا كده بدعوة إن أنا عايز أكرس حياتي لربنا وطبعا فأثناء الجامعة كنت بروح خلوات في الدير وأكثر دير كنت بتردد عليها ودير العدرة البراموس وكان أبوي الروحي سيدنا الأنبى إيسوزورس أيضا كان بيرشدني في هذا الطريق ومعه نيافة الأنبى مكاريوس الأسكو في العام وسيدنا أنبى سيرابيون وأنبى موسى فكت دايما يعني أخذ قراءهم في هذا الاتجاه لكن أنا اترسمت بيد المتنيح البابا شنودة كاهن متبتل وبعد كده هوت على أبرشية لوس أنجلوس وبعد كده هوت اترهبنت في دير بدأنا دير تحت التأسيس حاليا اسمه قديس بوليس الرسول في لوس أنجلوس لكن أنا اترهبنت في دير القديس الأنبى أنتونيوس في كاليفورنيا دير الأنبى أنتونيوس في كاليفورنيا عندنا في لوس أنجلوس سيدنا أقدر أسأل كان إيه موقف الأسرة أما بنهم فكر يعني أنه هو يتبتل وخلاص مش هيتجوز أو مش هعملهم أسرة طبعا زي أي كل أسرة بمشاعرها طبعا الطريق المعتاد هو طريق الزواج فكانوا دايما لكن هما يعني إحنا تربيت في أسرة كان فيها نوع من الانفتاح الروحي يعني عندهم الروح الوعي الروحي والدي والدتي وزائد أنهم كان يشعروا باتجاهاتي من ناحية الخدمة والتكريسية فكانوا يعني ما منعوش وفي نفس الوقت يعني طبعا في البداية ما رحبوش قوي لكن في البداية سابونا لأن كان أنا لي أخت بس أكبر مني وكانت برضو هي ليها ميول في الخدمة وكده لكن كانوا سيبننا بحريتنا يعني كل واحد يختار مدام ده الطريق اللي أنا حاسس فيه بالراحة وبالسعادة وأن أنا فرحان وهم يعني واثقين مدام أنا مع ربنا خلاص يعني دي حاجة كانت مطمنهم يعني سيدنا تقريبا نيفتكت رسمت كاهن وراهبت في السنة واحدة؟ لأ اترسمت كاهن سنة ألفين وواحد وبعد كده اترهبنت قبل الأسكفية في دير الأنبى أنتوني سنة ألفين وستاشر وبعد كده اخدت درجة الأسكفية يعني في نفس السنة؟ في نفس السنة صح كده زينا؟ لكن احنا كنت وانا عايش في كاهن متى بات كنت عايش في دير اللي هو كان الدير التحت الأسيس دهوت كان حياة رهبانية كاملة اللي هي أخوية قديس بوليس الرسول كان معايا سيدنا الأنبى كورولوس وكان عندنا نظام رهباني يحمل الثلاث ندور الرهبانية وكان مباركها قداسة البابا شنودة التالت وهو اللي بارك لنا المكان اللي كنا عايشين فيه في لوس أنجلوس مع نيافة الأنبى سيرابيون كان اسمه أخوية قديس بوليس الرسول وكان نحمل الثلاث ندور الرهبانية الطاعة والبتولية والفقر الاختياري وكنا حطين معاهم ندر رابع هو الخدمة إن إحنا نخدم بدل العمل اليدوي في الدير فكنا نقضي الإسبوع كله مع بعض اللي هو المكرسين اللي ليهم هذا كان الشروط برضو إن الشخص يقضي ثلاث شهور كنا بنقضيهم أي حد بيدخل عندنا كان لابد أن يقضي ثلاث شهور في دير البراموس باتفاق مع الدير يعني نيافتك ابتديت الأول ثلاث شهور في البراموس كان أنا بقى من زمان كنت يعني قاعد في البراموس دول حياتي أغلبيتها يعني لكن كان بقى اللي بيجي الشباب الجديد يعني وكننا كان لابد إن يكون الأساس هو الحياة الرهبانية العمق الرهباني في الخدمة عشان تسند الشخص في الخدمة فكانت دي الثلاث ندور الرهبانية معهم الخدمة وكان لنا التسبحة اليومية الأداس اليومي زي يعني حياة ديرية كاملة يعني كنا نحيها يعني يميلة سيدنا سيدنا ممكن نتكلمنا إزاجة الدعوة للأسكوفية هو بعد ترقية سيدنا الأنبا سيرابيون موتران في 28 فبراير 2016 لما سيدنا استقبلنا فلوس أنجلس بعد الموترانية ففجئنا إن هو سيدنا في اليوم دف استقباله بيعلن إن هيخطار اتنين مساعدين لي للأسكفة بس ما قالش مين يعني وبعديها سيدنا أمبا سيرابيون قال لنا يعني قال لنا أنا وأبونا جون يعني وأعلنها أعتقد في برنامج تليفزيوني أو حاجة بعد كان التشاور مع قدسة البابا توادروس والبابا توادروس يعني بمحبته وأبوته يعني وافق كان على الفكرة رغم لأنه كان يعرفني أنا و سيدنا أمبا كيرولوس وبخدمتنا يعني لسنين كتيرة أكتر من عشرين سنة أمن خمستاشر سنة في لوس أنجلس وأبليها مكرسين مكرس يعني فكان سيدنا يعرف الخدمة فوافق سيدنا الأمبا كدسة البابا وتمت الرسامة يعني في يوم 12 يونيا نحن عارفين وعايزين نقول نيافتك كل سنة ونيفتك طيب طيبين يريد الرسامة أقرب سيدنا ممكن تكلمنا عن شعور نيافتك في يوم الرسامة طبعا شعور بعدم الاستحقاق وبالمسئولية وإن دي نعمة من ربنا ربنا أسامح بيها لكن الواحد لا يستحقها وإن ربنا وضع وزنة في بين يديه لابد أن هو يسمر فيها بنعمة ربنا ويبقى واخب باله من كل حياته من كل تصرفاته لأن طبعا الإنسان المسؤول في الكنيسة الناس كلها بتتبعه وبتنظر إليه فلو الإنسان يعني ما خدش باله من أي تصرف من أي كلمة ممكن تعصر ناس كثيرة وفي نفس الوقت الإنسان لابد أن يكون أمين في الخدمة اللي ربنا اقتمنوا عليها حقيقي سيدنا سيدنا كنا عايزين نعرف علمات أكتر وأكتر عن بروشيتلوس أنجلوس كم عدد الكنيس؟ عدد الكهنة؟ إحنا طبعا يرقص بروشيتلوس أنجلوس ومطرانها هو أبونا المطران نيافة الأنبة سيرابيون ولقبوا مطران لوس أنجلوس وجنوب كاليفورنيا وجزر هواي فده سيدنا المطران هو أبونا المطران في الأبروشية طبعا الأبروشية كانت عدد كنائس في 95 غير دلوقتي إحنا طبعا العدد زاد كتير من الناس والمهاجرين والناس اللي بتيجي والطبعا بمجهود وبتعب سيدنا الشديد في الأبروشية نمت الخدمة بصورة كبيرة جدا من نموه أفقي ونموه رأسي من الأفقي طبعا من ناحية الخدمات وعمقها وتأسسها والرأس طبعا من ناحية الكنائس الكثيرة اللي أنشئت يعني الكنائس عندنا في حدود 45 كنيسة وعدد الكهنة حوالي 89 كهن وعندنا 12 أرش دياكن وتسعة دياكن دول متفرغين في الخدمة فده مجمع الكهنة عندنا يعني المبارك يعني وربنا يزيد ويبارك يعني في الكنائس وفي الأباء بمجهود سيدنا وفي كل الخدمة يا رب يا سيدنا سيدنا عايزناك تكلمنا عن خدمة الدياكنية واللي نيابتك مسؤول عنها أنا بعد رسمتي سيدنا أمبا سيرابيون أنشأ قسم باسم الدياكنية الدياكنية جاية من كلمة ديكون يعني شميس والخدمة اللي ذكرت في صفرة أعمال الرسل اللي أقامها الأباء الرسل استفانوس والسبعة شمامسة لخدمة الشعب وخدمة المواقع زي ما ذكر في أعمال الرسل فخدمة الدياكنية تستمد خدمتها من الفكرة بتاعة أعمال الرسل من الشموسية وده لفظ تيرم معروف في الكنيس الشرقية القديمة يعني الدياكنية إحنا أنا يعني مكلف بسبع أقسام خدمة على مستوى كنيس الأبروشية كلها أول خدمة المسنين خدمة القادمين الجدد خدمة الشباب العربي اللي هو جي كبير من مصر هي مثلا خلص كان جاي في سنوي جاي في جامعة وخلص جامعة في أمريكا أو جاي بعد الجامعة خلص الجامعة في مصر وجاي فأنا مسؤول عن الشباب العربي وبعدين خدمة الفوستر كير ودي زي بمعنى ترجمتها خدمة الملاجئ لكن هو طبعا ما فيش ملاجئ في أمريكا لكن احتضان الأطفال اللي هما بيكونوا تعرضوا لبعض عنف في الأسرة أو لأسباب أسرية تم فصل الأطفال عن الأولاد فإحنا دي خدمة أنا مسؤول عنها خدمة مكافحة الإدمان بكل صوره خدمة المرضى وخدمة السجون فدي سبع خدمات أنا مسؤول عنها طبعا تحت رعاية وإرشاد نيافة الأمباسيرابيون وكل لجنة من اللي جان دي معايا أباء كهنة بيساعدوني في اللي جان وخدام بيبقى بقى الخدمات فيه برامج وفيه اجتماعات وفيه تحضير لمؤتمرات بكله بقى يعني قسم كبير خالص يعني معايا ناس متفرغين في الخدمة معايا شاب يعني متفرغ طول الوقت وحد تاني برضو متفرغ في إحدى الكنائس لخدمة القادمين الجدد والباقي أغلبيته متطوعين يعني من الكنائس بيخدموا معايا بركة كبيرة أبا سيدنا سيدنا حبيل نسأل نيافتك إيه الصعوبات اللي بتواجه الخدمة اللي نيافتك بتقول طبعا يعني فيه تحديات كثيرة أهمها العصر اللي احنا عايشين فيه ده طبعا عصر فكر ففيه أفكار كتيرة جدا بنواجهها مع المجتمع اللي عايشين فيه زي أفكار زي عدم تفهم معنى الدين وحياته وأثره في الإنسانية وفي الإنسان الإلحاد الحاجات دي كلها بتواجهنا زائد مثلا أنا خصوصا في خدمة الدياكونية بعض زي أن أنا مثلا في خدمة المسنين نريح الناس اللي جوم كبار من مصر أو كانوا عايشين في أمريكا زي يتأقلموا الناس اللي جاية كبيرة وجاية نتيجة احتياج أن أولادها هاجروا فجوموا وراهم وعايشين زي يتأقلموا مع الحياة دي كلها حاجات بتواجهنا في الخدمة طبعا مثلا خدمة زي خدمة السجون زي أن احنا نشرح للسلطات أن احنا لنا دور رعوي مع الناس اللي جوه سواء كانوا أقباط أو غير أقباط زي أن احنا نخدمهم طبعا العنف الأسري ده بخدمة الفوستر منيستري اللي بيحصل جوه الفاميلي نفسها وده بيأثر على الطفولة والأطفال فدي يعني حاجات بالنسبة لخدمة الدياكونية يعني كثيرة معواقا يعني بتقابلنا فإحنا بنحاول أن احنا إزاي نتغلب عليها إزاي نشرحها للمجتمع إزاي نشرحها للناس إزاي الخدام اللي بيخدموا معنا يشرحوها للمخدمين أو للناس اللي بيخدموهم بفكر روحي منفتح سيدنا أنا جالي سؤال دلوقتي نيفتك قلت أن نيفتك وتتردد على البراموس كتير حتى قبل ما تسافر هل من هنا جات معرفتك بنيفت الأنبى أرساني؟ أه طبعا طبعا أعرف سيدنا من الدير وطبعا سيدنا أنبى أرساني من أوائل الأباء اللي خدموا في بداية الثمانيات سيدنا جي يخدم في أوروبا في هولندا لكن طبعا أعرفه سيدنا من الدير البراموس وهو من الأباء البايونير يعني في خدمة الكنيسة في أوروبا ويمكن من القلائل اللي استمروا حتى سيامتهم في الأسكوفية أكتر من 30 سنة كان بيخدم ككاهن واستمروا والواحد يعني يقدر يقول بعد زيارته مرتين للأبرشية قد إيه المرة اللي فاتت وقد إيه المرة دي فيه نوع من التقدم والإصدهار على مستويات كتيرة من الخدمة شكرا من سيامات أباء كهنة من عمق في الخدمة فربنا يبارك في خدمة سيدنا ويبارك في شعب هذه الأبرشية أيشة سيدنا أمين يا رب سيدنا نيافتك موجود معنا في مؤتمر الشباب أحابين نعرف الشباب هولندا بيختلف عن شباب أمريكا وإيه وجه الاختلاف الشباب هو واحد يعني في أمريكا في كله ده دي مرحلة بس بتختلف من التحديات اللي بيقابلها الشاب حسب البلد اللي هو عايش فيها ده اللي أنا أصد آه فكل بلد طبعا لها تحدياتها آآ تحديات ثقافية تحديات إيمانية تحديات مادية آآ كل بلد بتختلف لكن آآ الأساس واحد وهو المسيح وكنيسة آآ فدي اللي إحنا بنحاول ككنيسة أن يكون فيه توفر أكتر لخدمة الشباب تفهم لمشاكلهم تفهم لإحتياجاتهم سد هذه الإحتياجات بصورة صحيحة إزاي إن إحنا نقوي إيمانهم عشان يوجهوا العالم بما فيه من تحديات شديدة وأسئلة فيها تحديات إيمانية ليهم فطبعا مجهود قدسة البابا تودروس ومجهود الأباء الأسقفة في المهجر ده عليه عامل كبير جدا في تقوية الكنيسة لأن البذرة اللي إحنا بنحطها دلوقتي ده عبارة عن زي فاونديشن أو أساس هتبنى عليه مستقبل الكنيسة الإبطية في كل أوروبا وفي أستراليا وفي أمريكا وكل بلاد المهجر سيدنا لو حابب تواجه للشباب سواء في هولندا أو في المهجر أو في أمريكا أو في أي حتة تحب تقولهم إيه سيدنا أول حاجة أمسكوا في ربنا لأنه ده الأساس بتاعكوا والبيت المبني على الصخر تأتي الرياح ما تقدرش تزعزعه أو تهزه أو تهدمه فالمسيح هو أساسنا والإنسان اللي مرتبط بالكنيسة هو أكتر شيء يستطيع بها أن يواجه العالم هو الكنيسة والمسيح صحيح بكل تحديات اللي بنقابلها في العالم لكن إيماننا هو اللي بنغلب بيه العالم فأول حاجة في الشباب أنهم يمسكوا في الكنيسة تاني حاجة يمسكوا في تقاليد الكنيسة وفي إيمان الكنيسة الإيمان المسلم مرة للقدسين بنواجه دلوقتي أفكار كثيرة وتحديات كثيرة ولكن إيماننا واحد وسابت منذ المسيح إلى أن يأتي المسيح مرة أخرى ليس هناك أي شبه تغيير في هذا الإيمان ولكن إحنا أبقنا القدسين دفعوا عن هذا الإيمان وسفكوا دماءهم من أجل هذا الإيمان فلابد الأجيال ده هي التحافظ على هذا الإيمان فيبقى الشاب بإيمانه وبالمسيح ومن خلال بقى ممارساته الروحية من خلال الصلاة والتسبحة والتناول والكتاب المقدس يستطيع أن يصبح ملحاً ونوراً ملحاً للأرض ونوراً للعالم فالعالم محتاج النوعيات الحلوة دي من شبابنا أنهم يظهروا في وسط العالم يدوا طعم للعالم لما العالم يشوف إنسان شاب زاهد في العالم لما يبقى من الجيل ده اللي تربى في المهجر شباب اتكرسوا حياتهم لربنا اترهبنوا صحيح فدي كلها أمثلة جميلة تدي تشجيع للشباب في المهجر إن فيه شباب زيكم ادوا حياتهم لربنا وقرسوا حياتهم لربنا فنشكر ربنا لوقتي كنيس المهجر بدأت تسمر رهبان وكهنة وأباء صقفة كانوا من الشباب اللي تولد في المهجر أو حجروا هم صغيرين فدي كلها صمار جميلة ومثل حلو قدام شبابنا يحتازوا بيا سيدنا لو حابب يا سيدنا توجه كلمة لنيافة الأنباء أرساني بتحب تقوله يا سيدنا طبعا إحنا بنهني سيدنا الأنباء أرساني بتسكار سيامته العاشر على أبرشية هولندا وسيدنا الأنباء أرساني يعني إنسان هادئ ومحب وإنسان عميق في روحياته وفي كلامه فأنا بقوله يا سيدنا ألف يعني مبروك على أبرشية هولندا إننيافتك قضيت فيها سنين كثيرة ونيافتك راهب وقادي عاشر سنين أكمله وإلى منتهى الأعوام إننيافتك تكون أسكفان ومعلما لهذه الأبرشية وشعب هذه الأبرشية محظوظ إن يكون أسكفها سيدنا أنباء أرساني ويتمتعه بأبوته ورعايته ومحبته وبذله في الخدمة تعيش يا سيدنا سيدنا اللقاء كان شويق جدا في النهاية سيدنا أحنا بنشكرك وبنقول لنيافتك كل سنة ونيافتك طيب وإلى منتهى الأعوام 12 يونيو ده تاريخ يسكر دايما تاريخ رسامة نيافتك كل سنة وإلى منتهى الأعوام ومتشكرين خالص خالص إحنا بنشكرك على الوقت اللطيف اللي أخدنا من نيافتك أنا متشكر خالص على البرنامج ولو إني يعني أنا مش متعود إني أظهر في برامج تلفزيونية أو أتكلم لكن لمحبة سيدنا أنبا أرساني والأبروشية هولندا إن أنا يمكن أول مرة أظهر يعني كده وأتكلم عن خدمتي أو أتكلم يعني عن الحياة بتاعتي قبل التكريس وفي التكريس لكن أشكركم على محبتكم وأشكرك على إدارة اللقاء مرسي يا سيدنا خالص شكرا لكم سعدنا بالقاء نيافتك شكرا يا سيدنا شكرا